بطاقة الشيفاء بالنسبة للأخذ الأدوية وهذه يعني مدة نفسه كبير وشفنا بالعصرنا لا بد من تكون وشفنا الإيجابيات انتحها خاصة في هذا الوباء اليوم كانت عندنا يعني الحظ به نزيده منذ الانطلاقة انتها يعني أرضية جديدة الأرضية هذه رح تتمد تهيلة كبيرة أولا نعرفه بل كمال الله ولهذا الأرضية هذه رح تتمد لكل مواطن اللي يكون في البيت انتعوا يمد يعني نظرة بالنسبة يعني الخدمات نقدموهم يقدر يساعدنا باش يمد يعني بنحسنوا فيهم وأيضا يقولون ما هم النقايص لنا وفي القطاع يعني العمل التشغيل وأيضا ضمن اجتماعي إذن هذا الانطلاق هذا رح يمد لنا أظن يعني نوعية جديدة وتكون قفزة إن شاء الله نوعية ولكن اللي ما يديراش القطاع وحده يديرها مع المواطنين اللي هما يسمون الزبائن تعلق القطاع هذا يريحين أولا يمد لهم النظر نتحهم يمد لهم الاقتراحات نتحهم وأيضا رحين يعني نوعا ما يمدوا تقييم بالنسبة للقطاع نتعنا وكل مواطن حتى على مستوى الولايات ولا مستوى يعني كل يعني الهيئات تعظم الاجتماعي ولا تعالعمل ولا تعالتشغيل جيد سنفصل في هذه النقاط التي ذكرتمها سيد الوزير لكن قبل ذلك أدعوكم وأدعو أيضا المشاهدين لمتابعة هذا الموضوع للزميلة فوزياتج منصة رقمية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بابها الأول تتيح للمواطن فرصة لإدلاء برأيه حول الخدمة المقدمة فيما يسمح باب شاركون مقترحاتكم للمتخصصين بطرح وجهة نظرهم للقطاع المنصة رهان جديد وعصري رقمي أطلقها إطارة شابة في القطاع لتسييره بطريقة ممنهجة وعلمية لها صلة مباشرة بالمواطن وتطلعاته الشق الأول هو جمع آراء المواطنين وهو عبارة عن استبيان لأسئلة سريعة الشق الثاني من هذه المنصة هو مخصص للمختصين الباحثين والخبراء هذا الشق فيه عبارة عن إشكاليات نطرح إشكاليات في هذه المنصة من خلال هذه الإشكاليات نتيح المجال لهذه الخبراء المختصين بش يعطينا نظرتهم المنصة الرقمية تهدف إلى بلوارة رؤية مشتركة لتحسين الخدمة العمومية الهدف هو الأسماء وتحسين الخدمة العمومية لكن سيد الوزير الآن ما هي مزايا هذه الأرضية ما هي أهدافها ماذا تنتظرون منها سيد علال وزير أول حاجة الأولى لازم نحيي الشباب اللي شفتهم هم الداخل يعملون داخل القطاع والتي تطوروا كثير القطاع ونقول الشباب عندما نعطيهم كل طيقة اللازمة بالنسبة لهم يديروا شيء كثير والحمد لله نقدموا نتقدموا كثير معهم نزيل نشكرهم ومعطاونا اليوم دليل قاطع لما شباب نقدرهم تركزوا عليهم يديروا شيء كبير يعني شباب القطاع هم من طوروا هذه هم اللي طوروها بدون ما رحنا خارج القطاع ولا رحنا شوفنا يعني دبيغودي جهود ولا جبنا نسم الخارج ولا ديرهم إلا هما هم خارجين من جامعات جزائرية وهما اللي يمدوا أحسن دليل بالجامعة الجزائرية تخرج إطارات وتخرج الشباب اللي عندهم الطموح وقدرين يديروا شيء كثير بالنسبة للمزايا المزايا هاته أولا كل إنسان كل جزائر يتعرفوا باللي حنا نتعنا كل المواطنين كافة المواطنين عندهم يعني يعني علاقة معنا نحنا بالنسبة للشول بالنسبة للعمل وكل يعني الريق المنتظر ولا بالنسبة ضمن الاجتماعي كناس كاس نور يعني كل المواطنين عندهم علاقة مباشرة إذن لازم نسمعهم المواطنين هذو يجب أن نرى الاقتراحات تنتحهم يجب أن نرى كيف هرهم يعني يجب أن نرى القطاع وهم من البيت تنتحهم يقدروا مباشرة على طريق الإنترنت يدخلوا في السيت تنتعى الوزارة تنتعنا إلا يقليق عليها لكي يعطي الرأي تعوي وأيضا يقدر يعطينا حتى من بالنسبة لها كيفاش هل الخدمات مليحة هل لازم نطوروها وين مضرب ما نقص فيها يعني وهذا بكل سهولة إلا بالكليق إذن كل إنسان ولو ما عندهش مستوى جامعي يقدر يديرها الشطر الثاني فيه أسئلة فيه الأسئلة وفيه اقتراحات وهذا يعني بالنسبة لخبراء بالنسبة لجماعيين بالنسبة ل يعني كل شريح ولكن شريح للنوع ما يعرفوا القطاع ولا يعملوا مع القطاع يمكن يعطينا نظرة تحهم وخاصة أن نعرفوا بلي القطاع تتطور نعرفوا بلي في بعض كائن مشاكل لو كنتشوفوا يعني كنا نتكلموا على منظومة تقاعد لفيها إذن مشاكل لازم على الأقل نجيبوا شي جديد لازم يعني نشوفوا كل شما الأسلوب اللي لازم نحينوها اللي لازم نحيوها اللي لازم يعني نمدوا يعني اقتراحات خراء ولكن هذه ما نشرح نديرها لازم ديرها أولا يكون حوار كبير مع كل الجمعيات مع النقابات مع الخبراء باش روحوا مع بعض هذا هذا مكسب تعجزير لو كنتكلم عن ضمن الاجتماعي مكسب لازم منظومة تعدمان الاجتماعي لازم تكفلوا بها كامل كمارانا ما هيش إلا مشكلة وزير ولا مشكلة أي مسؤول يعني لازم كل جزائرين يعرفوا بللي هذا مكسب لازم نروحوا بالعقل لازم نغيروه لازم نطوروه ويكون يتكيف مع الوضع الحالي يتكيف مع حتى المواطنين كنا نشوفوا بللي كان عنا إلا شباب ولكن دركم بعد سنوات راح نكون عنا شياب أكثر ليروحوا التقاعد إذا كيف وشوالشي الأسلوب اللي يجب نديروه كل اقتراحات هذو لازم نديروهم بصفة منظمة بدون ما نكون يعني مشاكل ما بين الإدارات هذا الشي اللي اقترحنا ولا نبدأ هذا الأسلوب نبدأ بصفة بسيطة وكان جمع لقاعدة بياناتها سيدة الوزير هذا هو يعني كل شي اللي راح يجي راح نحط خبار عندنا راح يعني يدرسوهم وراح نخرج بخلاصات لمن بعد راح نقترحوها يعني للتشاور هذا يعني المغزى من هذا من هذا الاقتراح لدرنا وأيضا كما كنت نقول كبيرات كمال الله نعرف ولو كل كانت حسين كان يعني شي اللي قام به القطاع ودرك عنده سنوات ولكن لازم دائما نحسنه أكثر كان في بعض نقايص في بعض ولايات لازم نلاقي المواطنين قدر يقولون عن بعد ونحن نقدرون باش نتكفلوا بهذا النقايص جيد سيد الوزير الآن المواطن يبحث دائما عن رجع الصدع يبحث عن الفيدباك لما يوضع شكوى ينتظر الرد وهذه هي القيمة المضافة لهذه المناصات الآن كيف تتم معالجة هذه الشكاوي التي يقدمها المواطن سيد هو أحسن دليل يرى الرد يرى في الميدان ولكن حتى بالنسبة للناس لديهم مشاكل ويكاتبون رانا حاليا يكون الرد الفعلي أقل من أسبوع وهذا علي خطر ما حطينا عصرانة بالنسبة بدون ما يكون ورق يمشي وما بين الوزارة وما بين الهيئات تحت الوصاية مباشرة على طريق الانترنت يكون الجواب يكون تكفل يكون زايد على هذا المواطنين وكانت كثير مواطنين لينحييهم كتبونا وكتبولي وحطوا رقم لها تفتحهم اللي تصلت بهم مباشرة لكي نفهم أكثر ما هو المشكل وتكفنا بالمشاكل تحهم سيد نتذكر بالنسبة القطاع تحنا في الخدمة المواطنين تحنا هنا نخدمهم ونطوروا القطاع ونحسنوا أكثر القطاع ولكن أيضا نحمي المنظومة القطاع في ميدان الشغل في ميدان العمل كينا لازم نزيد ونشوف ويجرا أخرى بها وننتكفل بالعمل ولكن نتكفل حتى بالاقتصاد لازم طرق جديدة لازم أيضا بالنسبة للضمن الاجتماعي كان الهيئة ضمن الاجتماعي وهذا على مستوى العالمي شوفوا باللي يعني الشعب تحت تقاعد فيها مشاكل إذن لازم نقاعد اقتراحات جديدة لتكون تمشي مع النمط الحالي الاقتصادي الحالي والشيء اللي جاي منه وفوك وحتى من نمط الديمغرافي اللي قاعد يتغير كثير لازم نتعقلم معه لكن لازم نتعقلم نتعقلم لازم نقاعد الإجابة قبل ما نكون في وضع أكبر أخطر من اللي نفعل جيد الآن هذا حتى نجيب على المواطن في أقصر مدة وحتى نستبقى كما قلت سيد الوزير ما يحصل ما هي الوسائل المسخرة التي سخرها القطاع من أجل تحقيق هذا الهدف هي أولا هذه من الوسائل التي نقدرون أن نعرف الرد الفعل متعد على المواطنين كان أيضا تشاور وهذا الداخل في البرنامج سيد الرئيس تشاور مع كل الهيئات مع كل المجتمع مع كل مع النقابات مع الخبراء الجماعيين هذو كامل رايحين يعني نتلقوا معهم باش نشوفوا معهم الأسلوب اللي لازم بدون يعني يعني ما كانش يعني ناس يقول أنا عندي حق لا ما كانش ما كانش أن سيستام ما كانش يعني 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 يجب يكون فيه توافق يعني لازم يكون توافق نعم ونعرفه باللي دائما ما كانش سيستام بخفي لسيكوري ما كانش مثالية لازم هكوها يعني لازم أولا نشوفوا المشاكل بين عالجوهم ونشوفوا أيضا ناخدوا بعين الاعتبار باكتسبات متاع كل مواطنين إذن لازم نلقوا تفاوق وتوافق ما بين هذا الطرح هذا من ضر مواطن ولكن من ضر تاني منظمة تعظمات اجتماعي حقيقة هي هي تقدر نقول أكونا باقتبغال يعني هي لراحة تهز كل مجتمع الجزائري نعم لكن لتحقيق هذه الأهداف سيد الوزير يجب أن هناك يكون هناك تأهيل وتكوين أيضا للذين سيشرفون على هذه العملية حتى تصل إلى أهدفها هي أولا عندنا الخبراء في القطاع يعني أرضية رقمية يعني نعم عندنا الخبراء في القطاع عندنا الناس كثير لي مارسوا في القطاع يعرفوا المشاكل هذه ولكن ما نحبسوه لهم نحن على هذا الشيء نقول نحن نوسعه في الحوار للجامعيين للنقابات المجتمع المدني يعني كل إنسان الذي قادر يفهم وقادر يساعد نساعد وشوفوا كل المنظومات التي كان في العالم لشوفوا يعني نأخذوا الشيء اللي كان مدى يعني نديروا يعني نقوم شوفوا ما بين الشيء اللي كان في الجزائر والشيء اللي كان في الخارج اللي كان في أوروبا ولا شيء اللي كان حتى في إفريقيا في البلد العربية شوفوا بالليل يعني المكسب بتاع بطاقة الشفاء يمد الدفع كبير يعني بالنسبة العلاج بالنسبة هذا مكسب ولكن لازمنا المكسب يبقى ما لازم نخليه بالليل منظومة اعظم الاجتماعي تكون في مشكل بالنسبة شوفنا باللي في الماضي كان يعني الشغل كان نمد الشغل بصفة اجتماعية ما كانش مردود يعني اقتصادي لازم دركان نغير كون مردود اقتصادي يكون يعني حتى من مردود بالنسبة يعني حتى من التكوين لازم يكون يعني أشياء كبيرة اللي رحين نقيموا بها وإن شاء الله هنكونوا لحصن الضنف. جيد سيد الوزين مدام هذه الأرضية هي أرضية تفاعلية هل هذا يعني أنها ستتغير مع الزمن؟ يعني أولا مدينا الشهر الأول جيد شهر مدينا اليوم الساعة 12 زوالا وبعد شهر رحين نشوف المردود ونشوفوا يعني كل الاقتراحات ورحين نطورها حتى من بالنسبة يعني الأسئلة لكين ما مش أسئلة مغلوقة كل إنسان قادر يعني يقترح كسي الأخرى قادر أسلوب آخر اللي يتقدم به وعلى الأقل أن تكون عنا يعني راح نغيروها راحة تكبر أكثر يعني تكون عنا أحسن أسلوب وأحسن نظرة بالنسبة أولا الشيء اللي جينام عند المواقنين وحنا تكون عنا نظرة أحسن بالنسبة يعني الإحساس تلك المواقنين وحتى الاقتراحات اللي ديرهم الخبراء. هذا هو الشيء اللي مشيو عليه نزيد نذكر بالماهيش يعني المشاكل اللي عايشها القطاع منظومة تعدمن اجتماعية نقول بالرحيم مكسب كبير بالنسبة للشغل وبالنسبة للعامل أيضا القوانين لازمها تتغير لازمها تتأقلم مع الوقت مع الاقتصاد نتاعنا مع الشيء اللي جاي من نورفوق. إذن لازم نكون يعني سباقين موش نقعدوا حتى نبعد يكونوا في مشاكل كبار وهذا لازم نديره كامل مع بعض إن شاء الله وانا متيقن بالطريقة هذه يعني تكون التوافق يعني تتوافق أنا يظهر لي بهذا الأسلوب رحين حقيقة نتخلو في الجزائر الجديدة بحول الله. لكن سيد الوزير شفنا أن الشباب هم من يسير هذه الأرضية لكن من يشرف عليها في المرحلة الثانية سيدي؟ هم أولا الشباب هم اللي داروا يعني تطورها وطورها بصفة لنحييهم من درجة جديد وعنا أيضا خبراء الخبراء اللي رحين نبعد ما لدينا على المستوى للقطاع ولكن حتى خبراء اللي نجيبوهم من الناس التونيسونالجو تخافاي خبراء اللي يجيوهم من الجامعة اللي رحين هم أيضا يعطينا الرأي تاحهم رحين يشوفوا يعني كل كل الاقتراحات اللي نديرو ورحين ندخلو يعني في حوار كبير وفي يعني هذه يعني التغيير منظومة ولا تكييف منظومة تعظمهم الاجتماعي ولا تعال العمل ولا تعال تشغيل ما تجيش هك نعم تجيب الوقت تجيب الخدمة وجي خاصة ولكن من السنوش حتى أنه فات الأول هذا وقتها كين أولويات سيد الوزير كين أولويات كتير بالنسبة للشغل لازم نكيفه الشغل ما يبقاش يعني كما كنا نمدو مدو العمل يعني نمشيه بصفة اجتماعية وخاطي صفة اقتصادية لازم نغيره هذا الباراديق لازم تكون نظرة أخرى لازم موش ياني انسان ليس عندوش تكوين لازم ولو عندو تكوين جامعي كي يعود بايا يدير في عمل نقدر نديرولو يزيد تكوين آخر مهني باش يقدر يتأقلم ويكون عندو أحسن فعالية بالنسبة للعمل أيضا لازم يكون يعني كل منظومة العمل لازم يكونوا كل إجراءات العمل باش يغطيوا يحميوا يعني العمال ولكن يمدو تاني لحض باش تكون لفلكسيبليتة يعني باش تكون حتى من مرونة حتى من يعني المرونة ولكن لازم أيضا باش لما واحد يجيبه يستطمر يكون على بلوب للقانون يحميه ويمد يعني كل كل السوبلاس يعني اللازمة باش يقدر يعني يعمل ويقدر يطور القطاع اللي حب يخدم فيه وأيضا بالنسبة للأمان الاجتماعي وهي من أولويات نتعى نحنا خاصة لما نشوف يعني المشاكل الممكن تكون نشوفه ضغط كبير بالنسبة يعني التكاليف تعلق الأدوية بالنسبة للضمن الاجتماعي بالنسبة لكناس والكاسنوس بالنسبة للسيناع يعني لكاس دغط خات شوفوا باللي أيضا المشكل بالنسبة للتقاعد يعني كاين تغرى كبيرة اللي لازم الدولة رهي ديمن هنا ولكن لازم تاني نجاو أسلوب آخر اللي نقدر يعني تكون عندهم مداخيل أكتر بالنسبة للضمن الاجتماعي بالنسبة للسندوق تقاعد وأيضا عندنا شيء آخر اللي رح نزيد نطوره كان نشوفه بالنسبة بالنسبة لكاكوبات بالنسبة للعمال اللي عملوا يعني في البناء كان شيء جديد يدخل بالنسبة لهم شوفنا باللي في الوباء هذا كان عنا يعني سلوب اللي مدين لهم اللي كونجي تحهم قبل الأوان باش عالاقل يقدروا يعني ما يضيعوش أيضا كان في الماضي ما كانش يعني اللي زان التمبيري اللي نتكلمو عليها من واحد اللي يكون يتكون نشتاع ولا تكون طبيعية يقدرش يخدم هذا كل وقت عند دخلنا شي جديد هو بالنسبة للسخانة كي تكون يعني مسان حرارة كبيرة ما يقدرش يعمل وهذا كان لكاكوبات اللي رايحة تمد لكونجي بالنسبة لهم راح تدفع لهم يعني دائما عنا في تطور وفي كل الميادين قطاع تشغيل العمل الضمان الاجتماعي قطاع يقيس كل المواقنين بدون استثناء الإنسان اللي يبدأ يعمل يجيل القطاع هذا إنسان اللي يتقاسف يعني بالنسبة للحقوق بالنسبة للنقابات في القطاع بالنسبة للضمان الاجتماعي ككل من اللي يبدأ منهر يزاد حتى الوفاة عنده التغطية شفنا أحسن دليل لما شفنا بل كان مشاكل بالنسبة للنساء يعني الحوامل اللي رحوا يعني درنا اتفاق مع العيادات مع الناش كتير عندنا في حاليا تقريب خمسين عياد اللي رحي دفعات الملفات تحاول اللي بدأت بعد تشغل عنا أكتر من 1700 مرأة اللي دخلت دجا ودرنا اللي بخيز ان شارج اللي رحي تكفل نبيه على مستوى يعني اللي يراه القطاع دائما فيه شي جديد نعم دائما يعني يمد أحسن وان شاء الله الأحسن هذا يجي مع هذا أيضا مع هذا البلاتفور من درناها لكل المواطنين يقدروا يعطيوا الرأي انتحهم يقدروا يعطيوا الاقتراحات انتحهم ونحن أيضا في الخدمة السيد شمقي عاشق يوسف وزير العمل وتشغيل وضمان الاجتماع شكرا جزيلا على هذه الإبعادة شكرا جزيلا لك متواصلون لمشاهدين دائما مع فقارات برنامج الجزائر اليوم إلى الملف الثاني اشتركوا في القناة موسيقى إلى الملف الثاني في برنامج جزائر اليوم سنتحدث عن إعادة تثمين الأوديا هذا الموضوع الذي نتحدث عنه للأسف دائما عندما تكون هناك كوارث لكن هذه المرة نستبق الأمور للحديث عن كيف نجعل من هذه الوديان ليس مكبات للنفايات وإنما أماكن لتبعث من خلالها الحياة الحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من السيدة اليزيد بزرورة مديرة التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية مرحبا بكم سيدي مرحبا بكم شكرا لتبعي وعن وزارة البيئة تحضر معنا سيدة نادية شنوف المفتشة العامة بوزارة البيئة والطاقة المتجددة مرحبا بكم سيدتي أهلا فيك وشكرا للاستضافة شكرا لتبعي الدعوة سيد اليزيد بزور أبدأ معكم نتحدث عن هذا اليوم الدراسي الذي قمتم به اليوم مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة ما هو موضوعه وما هي أهدافه سيد قامت به هي مبادرة من طرف الوزارتين وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة وتحت عنوان إعادة التتمين والمحافظة على الويديان وهذا نظرا لأن الويديان هم شريان الحياة كلنا نعرف بأن الويديان كل الحضارات كانت مبنية على ضفاف هذه الويديان وشكرا لنا نكون مع وزارة البيئة لأن لنا هي حماية هذه الويديان من التلوث ومن الفيضانات ومن كش عدنا نتقاسم مع الوزارة هذه عدة أشياء في هذا المجال ولهذا قمنا اليوم بهذا اليوم الدراسي وهذا اليوم الدراسي كان جيد بالنسبة لكل من الوزارته وقمنا في هذا اليوم بتقديم نظرة عن الويديان وماذا يفعل كل قطاع ما هو الجانب الذي يأخذه وزارة الموارد المائية بالنسبة للويديان ما هو الجانب الذي يأخذه وزارة البيئة في هذا المجال ونحن قمنا بعد هذا وكانت هناك ثلاث ورشات ومن خلال وعد هذه الورشات كانت هناك توصيات عديد من التوصيات ممكن نجيو لها من بعد نتحدث عنها بعد قليل ما دم أن هذا اليوم الدراسي جمع ما بين القطاعين وما بين الوزارتين سيدة شنوف الآن وزارة البيئة وطاقات المتجددة كيف تدل بدلوها في هذا الموضوع الموضوع تثمين الويديان شكرا قبل كل شيء يعني لابد أن أكد أن وزارة البيئة وطاقات المتجددة هي قطاع أفقي يتشارك مع كل القطاعات في شتى المواضيع وهذا الموضوع الهام جدا كما لا يخفى عنكم أن الويديان هي تعتبر منطقة رطبة منطقة رطبة نظام إيكولوجي هام لعنده طروة تعو عنده خدمات يقدمها للمواطن بالنسبة لحد من المخاطر الفيضانات المكافحة التغيرات المناخية وفيه طروة حيوانية يستفد منها يستفد منها الإنسان إلى غير ذلك وهذا يعني من بين مهام تعنا أننا نقوم بالحفاظ على هذه المناطق الرطبة وهي كما قلت نظام إيكولوجي هام هام جدا وهذه الأودية كانت ضمن دراسة قمنا بجرد لمناطق الرطبة عبر التراب الوطني وكانت حصينا بـ 1700 منطقة رطبة من بين ها 88 مجاري مائية التي تقدر تصب في البحار أو في البحر أو في البيضيان هذا مهم جدا والدور تعنا هنا أننا نحدد ما هي المناطق هذه ما هي الأودية المهمة التي يجب حمايتها تهيئتها وكذلك الوجوب تصنيفها لدينا قانون 11-02 حول المجالات المحمية لو يقوم بتصنيف المنطقة الرطبة كمجال محمية في إطار هذا القانون إذن هذه استراتيجية حماية والمحافظة على هذا التراث كذلك تدخل سيدتي إذا سمحت ما هو تعريفكم أو مفهومكم لمصطلح التثمين مدام استعملت هذه الكلمة في هذا اليوم الدراسي ماذا تقصدون بتثمين الأودية تثمين الأودية نحن الآن في إطار مثلا نقدر نقول في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي الآن تحضي بهذا المبدأ المهم جدا تثمين لأن كل نظام إيكولوجي له خدمات كما قلت له خدمات إيكولوجية خدمات يقدمها للمواطن نقدر نستعملها في إطار الاقتصاد الوطني كما قلت التثمين سيقدر أنها تعاود في الماضي كانت هذه الأودية هي نوعا ما هو الوسيلة ليعيش بعض المواطنين اللي تعيش في بعض الأحيان على الواد وش يجيب له الواد يعني حتى في بعض الأحيان في كل على جانب هذه الأودية كان فيه حاصل يستعمل حتى في إطار البناء فيه الرمال تستعمل كذلك في إطار مقنن بالتأكيد في إطار البناء كذلك يعني هذا والتثمين حتى تعاو الواد واللي يلعب يلعب الوظيفة التي هي الوظيفة يأتينا بالمياه العدبة هو يقوم بتخزين ويعود يجيب الماء بالمياه الجوفية يقوم بمثلا الحماية من الفيضانات التقليل من التغيرات المناخية بما أنه يعتبر هو مصص للكربون يعني هذا هو التثمين هو أن تعاود ترجع الوظيفة تعهد الأودية جيدا سيد بزور أنت كمدير التطهير وحماية البيئة بالوزارة الموارد المائية نعرف جيدا أن هناك وديان في عديد المناطق الحضارية والتي تتسبب أيضا في الفيضانات في أوقات معروفة من السنة الآن هل لديكم استراتيجية هل لديكم خارطة لتنظيف وتطهير هذه الأودية يعني طيلة السنة وليس عندما يكون فقط هناك يوم دراسة أو مناسبة سيدي شكرا سيدي قبل أن أجيبك على هذا السؤال لو سمحت تفضل إضافة لما قالته زميلتي يعني عن تعليف بإعادة التتمين الويديان يعني إعادة التتمين الويديان يعني كما يكون واد يعني يكون عنده في حالة سيئة حالة نأخذ مثلا واد الحراش يعني نتوم كل الجزائر سمعنا عنه كثيرا وكيف سيكون منتزه كبير هذا يعني هذا نموذج تعتتمين يعني نرجعه يعني بعدما كان حاجة غير لائقة بالعاصمة يرجع مكان للطرفيه يرجع مكان رزق للناس يعني نرجع سؤال واد اشف واد الحراش هناك واد الحراش هناك واد آخر في قصنطينة واد الرمال يعني هذا من الناحية الويديان الكبير لكن نرجع الآن إلى سؤال حول ماذا تقوم به الوزارة المواردي المائية في إقر فية تطهير التطهير الويديان يعني إحنا من بين المهام تأوز الوزارة المواردي المائية يعني العلاقة مع الويديان. هناك ثلاثة علاقات. العلاقة الأولى هي أننا نقوم بتطهير الويديان وتنقيتها. وهذا طوال سنة. هناك عمليات لإزالة الرواصب الموجودة في الويديان. هذه اللحية الأولى. الناحية الثانية. هناك الواد نقوم ببناء سدود على الويديان. وهذا السدود تلعب. تلعب أولا. تلعب أنها تكون فيها مياه. نخزن فيها مياه. وذلك لاستعمالها لأغراض الفلاحة أو أغراض الاستعمال للشرب. وكذلك تقوم بتنظيم الواد. حتى لا يكون خطر على المواطنين. وكذلك الثالثة هي عملية الواد. نرجعه طرفيه. الناس تتنزى فيه طوال سنة. وقمنا بعدة عمليات في إطار حماية المدن من الفيضان. قمنا كذلك ببناء سدود واقية على الويديان. في كل سنة في نهاية الصيف سيد بزرون. أعرف جيدا أن هذه الفترة خطيرة فيما يخص الويديان. خاصة في المناطق الحضارية. لكن في كل سنة نفس الويديان هي التي تؤدي إلى هذه الكوارث السيد. سيد بزرون. هذا يعني رجع كما قلت. رجع كذلك لتغيرات المناخية. يعني الويديان كانت مصنفة وكانت ديمانسيوني بور فيكولي اندي بي. ولكن بعد تغيرات المناخية كانت مزمات مولاش تقدر تفوت هذه الكمية على الماء. ولكن نحن نقوم بإعادة الويديان. يعني إعادة فتح الويديان. هدوما نقوم بهذه العمليات كل سنة. وعني قبل هذا الشيء. فعنا في الصيف من كل سنة. يعني من باء من الفين واربعة. صدرت وزارة الموارد المائية تعليمة إلى كل مدارع الرئيب بالولاية. 48 ولاية. يعني في الصيف. في الصيف. يعني هي تبدأ تنقي الويديان. وذلك تحسبا لفصل الخريف. لأن فصل الخريف نعرفه. يعني هو يجيب لنا هذه الحالة على الفيضانات. جيد. سيدة نديا شنوف. مدام هذه الويديان تصنف مناطق الرتبة. وهذه هي المناطق الرتبة. تدخل ضمن صلاحيات وزارة البيئة. نجد هذه الكثير من هذه المناطق. فيها توسعات عمرانية. وهنا كما أصبحت أيضا مفارغ للمفارغ عمومية. أيضا ما التي تقوم به وزارة البيئة. من أجل تثمين هذه المناطق الرتبة. خاصة التوسعات العمرانية. وأيضا المكبات تهرية سيدتي. بالفعل. وهذا تكميل ما قاله الزميل. بالفعل هذه المناطق الرتبة. وهذه الأودية بصفة خاصة. تتعرض إلى عدة تهديدات. كما قلت التوسع العمراني. وهو يأتي بكل ما هو نفايات سلبة. ولكن لا ننسى أن الخطر الكبير لهذه المناطق. هو المصبات الصناعية السائلة. لتقوم بمماشرة تصب هذه الإفرازات. مباشرة في هذه الأودية. وهنا يعني هنا يدخل الدور الوزارة. بأننا قمنا بإنجاز دراسات حول الأحواض. الأحواض المائية لواد الحراش مثلا لواد شلف. لواد سيبوس. وهي هذه الأحواض تضم عدة وحدات ومؤسسات صناعية. وقمنا حتى بتنصيب اللجنة وطنية لتابع هذه المصبات. حيث أننا قمنا بالمشاركة مع وزارة الداخلية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. قمنا بهذا الإحصاء على المستوى المستوى المحلي. قمنا بإحصاء أكثر من 6,000 وحدة مؤسسة صناعية. منها 1,600. لتقوم مباشرة تصب مباشرة في هذه الأودية. وتعرضها للزوال والخلل. لكن هل يقف عمل وزارة البيئة عند الإحصاء فقط؟ لا. أو لديكم صلاحية الردع أيضا سيدتي؟ فيه الردع. فيه الردع. فيه ردع. ما قلت لك حنا. من بين 1,600 هذه. 1,800 من مؤسسات صناعية. يعني قامت يعني المؤسسات اللجين الولائية للمؤسسات المصنفة بمراقبة وتفتيش هذه المؤسسات. وقمنا يعني بعملية الردع. وحتى يعني فيه من العقوبات كانت من من نقدر من الميزون دومير. الردع. إلى الإعدار إلى غاية الغلق. يعني فيه مؤسسات أغلقت إلى غاية أنها تعمل تعمل جهاز تصفية ومعالجة كذلك. فيه كما قلت ذكرنا النفايات السلبة. النفايات السلبة نحن استعملنا وسيلة أخرى. يعني في كل في كل مراكز الردم التقني. في بعض في بعض الأحيان شفنا مراكز الردم التقني ما تكونش مسيرة بطريقة جيدة. فيه العصارة عن نفايات تروح للأودية. وتهددها كذلك يعني فيه خطر عليها. قمنا عن طريق قامة الميزارة عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات. بإنجاز يعني تجهيز 33 ولايات بهذه المحطات. معالجة عصارة النفايات. يعني حتى تقوم المعالجة في المكان ذاته. وما تروح هذا العصارة إلى الأودية. جيد. سيدة بوزورة الآن لما نحدث على تطهير الأودية. نحن نرجع حوالي سنتين إلى الوراء. وشفنا الواد في البليد. ما الذي أدى به مواد بعزة. وتلك الكارثة الكبرى عاد إلينا مرضا من القرون الوسطى. الآن حتى لا تعود مثل هذه الأمور. سيدة بوزورة. ألا ترون أن ربما المدرية التطهير لديها مسؤولية كبيرة حتى لا تتكرر مثل هذه الظاهرة سيدة. نعم بالفعل. يعني الوزارة عندها من بين المهام تها الوزارة. هي تطهير ويتطهير المياه المستعملات. وكذلك إعادة استعمالها إذا كان ممكن. نحن عندنا مخططة. في الجزائر الآن عندنا 200 محطة تصفية المياه في قدل الإشتغال. وعندنا حوالي 70 رائحة في تطور الإنجاز. هذا مجهود كبيرة قبنا به. نحن في هذا المجال خدمنا الوزارة الموارد المائية. قامت بمجهود كبيرة في هذا الموضوع. ولكن الواد ومشرف. والواد سيتم بيان كومي هو ملك ثورات لكل الجزائريين. هو ليس تاعة الوزارة الموارد المائية. وهذا يجب أن يكون انترسكتوريال في الواد هذا. وزارة الداخلية عندها دور تقوم به. وزارة البيئة تقوم به. وزارة الصناعة كما قالت الأخ تقبيل. وذلك في إطار التقليص من النفايات الصلبة والنفايات السائلة. الواد لا يوجد حكر على وزارة الموارد المائية. الواد هو ملك للجميع. الجهود كلها لازم تصب في هذا المجال. في تنقية المجال. هو سيتم بيان كومي اللي تعنا. لو كان يروح الواد نروح وقعتك. ولهذا الجهود لازم تكون من جميع القطاعات. ونقوم بها. جيد. الآن نتحدث عن توصيات هذا اليوم الدراسي. ما هي هذه التوصيات؟ وما الذي يجب فعله حتى لا تبقى حبرا على ورقة؟ بعدها معك سيد بوزران. من بين توصيات هناك ثلاثة توصيات على المدى القريب والمدى المتوسط وعلى المدى البعيد. هذه هي خلق ثلاثة. من بين توصيات خلق ديناميكية تشورية بين القطاعين وبين عدة قطاعات أخرى. وضعنا للتوصيات هذه. وخاصة اللجنة القطاعية. وضعنا قطاعية بين الوزارة النوارد المائية ووزارة البيئة. لكي ندرسه. وممكن يكون هناك قطاعات أخرى. ونحن نخرج إن شاء الله بورق الطريق. بيكون في دروت. كما نقول لكم. نبدأ بالأمور السهلة. لما تحتاج إستثمار كبير. نبدأ بهم إن شاء الله. جيد. سيدتي. بالفعل من هذه التوصيات. كما قال. كان ثلث ورشات. من بينها تحسيس. يقعد كذلك أهم توصية. تحسيس خاصة الجماعة المحلية. وحتى المواطنين المحليين. على أهمية هذا الوديان. وأهمية المخاطر التي تأتي من تلوت بشتى أنواعه. كذلك حماية إعادة التأهيل بعض المناطق في جوانب الأودية. هذا مهم جدا. حتى نعود أن نعرف أن هناك بعض النباتات تقوم بالتنقية البيولوجية لهذه الوديان. لازم نكتر منها ونكتف منها ونغرصها. هذا مهم جدا من بين التوصيات. وكما قال التوصية المهمة جدا أنها تكون هذه الشراكة القطاعية بين القطاعين مهمة جدا. لأن هناك بعض الدراسات موجودة. ممكن نوضحها تحت صرف وزارة الموارد المائية. متفاعلين بتحقيق هذه التوصيات في الميدان؟ متفاعلين جدا. ستكون نقطة انطلاق. إن شاء الله تكون عندها نتائج جد وحسنة إن شاء الله. سيدة نديا شنوف المفضي شلامة بوزارة البيئة والطاقة المتجدة. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى هذه المعلومات. المعلومات وأيضا شكرا موصول السيد اليزيد بزرورة مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى الإفادة وموفقاني فيما تقوماني به. شكرا جزيلا لكم. ومتواصلون دائما مشاهدين مع فقارات برنامج جزائر اليوم لأخبار الاقتصاد. شكرا جزيلا لكم. من مشاريع الشباب والمرأة الريفية إلى أسعار الخام والذهب. تقول اليوم زميلة رضيات شاتشي. مرحبا زميلة. مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير مشاهدين الأفاضل. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد لنهر اليوم. والبداية أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها عن اتفاق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على برنامج عمل مشترك بين القطاعين يهدف إلى دعم مشاريع استثمارية لفائدة الشباب والمرأة. البرنامج سيركز على مجال تثمين المنتجات الفلاحية من أجل خلق مناصب عمل لسيما في المناطق النائية ومناطق الجنوب التي تغد بآفاق وعدة في القطاع الاقتصادية. والمزرعة العصرية للمنتجات الفلاحية بعين الدفلة. إحدى هذه الاستثمارات التي تستقطب اليد العاملة وتهدف إلى تعطية السوق المحلية بالمنتجات الغذائية. عن كثب سعيد حمزة نادير. المزرعة العصرية للمنتجات الفلاحية بولاية عين دفلة. أنموذج لشركات الفلاحية الناشئة التي تستقطب اليد العاملة والهادفة لتوفير المنتجات الغذائية من خضر وفواكه. وعندنا زيتون وعندنا الإجاس وعندنا التفح وعندنا الخخ والكوروم. هذه أهم المحاصيل الزراعية في المزرعات. انطلقنا في امتساس البطالة. عندنا حالياً 144 كعامل دائم. وفي أوقات الجنية لمحاصيل البطاطس والحبوب والطماطم الصناعية. العدد العمال يكون ما بين 300 حتى 500 عامل. وكما تسعى لتوفير المحاصيل الفلاحية تنتهج الشركة نهج تطوير الصناعة الغذائية بالمنطقة. بتوفير الطماطم الخاصة بالتصبر. من أهم المزرعات الفلاحية التي لدينا في المزرعات هي الطماطم الصناعية. لدينا حوالي 80 اقطار أو 85 هكتار طماطم صناعية. وعندنا 500 هكتار بطاطا. يعني اللي نخرج منها بذور بطاطا. قلنا في وليت عن دفلا من 150 إلى 2000 سنة الماضية. واليوم إن شاء الله بيحولها. أنا في 1600 هكتار طماطم صناعية. هي واحدة من روافض الاقتصاد بالجزائر. تكون بديلا أنجع عن المحروقات. ومن أخبارنا الاقتصادية الوطنية إلى أخبارنا الاقتصادية الدولية. حيث انخفض الطلب العالمي على مادة السكر منذ الإجراءات التي فرضتها أغلب دول العالم بسبب جائحة كورونا. وانعكس إغلاق المطاعم والمراكز الرياضية ودور السينما وغيرها من المرافق. على الطلب العالمي مسجلا انخفاضا رهيبا لأول مرة منذ أربعة عقود. وتشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 1.2%. أي ما يعادل أزيدا من 169 مليون طن هذا الموسم. هذه الأرقام انعكست بالدرجة الأولى على مبيعات المشروبات السكرية مسجلة تراجعا بنحو 25%. نبقى دائما مع جائحة كورونا التي لم تؤثر فقط على سوق المال والأعمال. وإنما أثرت أيضا على سوق الشغل. والعين اليوم من بريطانيا التي أحصت أزيدا من 600 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال ثلاثة أشهر. حيث أفصحت البيانات عن تراجع كبير في عدد الرواتب من نحو 29 مليون راتب إلى حدود 28 مليون. أما العاملون الذين حصلوا على دعم حكومي للحفاظ على وظائفهم فقد بلغ عددهم نحو 9 ملايين عامل. وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلد. وإلى أسعار النفط التي تشهد ارتفاعا في السوق الأوروبية. لتتواصل ما كسبها لليوم الثالث على التولي. حيث صعد خامو برانت بنسبة 2.2% إلى مستوى 41 دولارا فاصل 26 للبرميل. من مستوى الافتتاح عند أزيد من 39 دولارا للبرميل. أما خامو تيكساس الأمريكي فارتفع بنسبة 2.5% إلى 37 دولارا فاصل 93 للبرميل الواحد. ومن أخبار الذهب الذي يعرف تصاعدا إلى أسواق الذهب هذه المرة نذهب. حيث انخفضت أسواق الذهب في التعاملات الفورية صباحا اليوم بمقدار 25 دولارا. و20 دولارا أقول فاصل 45 للأوقية ليستقر عند 1700 دولار فاصل 40. وفيما يلي مشاهدنا أدعوكم إلى إطلالة في أسعار صرف الدينر الجزائري مقابل أهم العملات الأجنبية نتابع. إذن شكرا مشاهدين على حسن المتابعة. كانت هذه أخبارنا الاقتصادية لنهار اليوم. الموعد بكم يتجدد غدا بحول الله مع زميلة نيلا. أما الآن أدعوكم إلى متابعة بقية فقرات الجزائر اليوم. مع سيد أحمد. نعم زميلة رضيات شوشي. كما ذهبنا إلى الذهب سنذهب أيضا إلى الرياضة الآن مع زميلة عبد العزيز بن سالم بعد هذا الفاصل. ترجمة نانسي قنقر